الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجها الوجه في تيكساس للتعامل مع أول وأكبر كارثة طابعية كبيرة في عهده تشهدها البلاد لتقييم مستوى التعامل مع الأثار المدمرة للعاصفة المدارية هارفي التي لا تزال تداعيتها وآثارها مستمرة فالعاصفة التي تسببت بأضرار بشرية ومادية وفي فيضانات كارثية في تيكساس أصابت هيوستن رابع أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالشلل المياه غمرت الطابق الأسفل من المنزل وحاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه لم أشهد قبل مثل هذا الإحصار السيء إنني قلق جداً بشان الأطفال كما هز الإعصار أسواق الطاقة في البلاد حيث تم من باب الحيطة إخلاء 98 منصة نفطية من أصل 737 مقابل أكثر من 105 منصات أعلن عن إخلائها سابقاً في خليج المكسيك بحسب تقديرات جديدة أصدرها مكتب السلامة وإنفاذ القوانين البيئية وكان ترامب قد أعلن أمس أن جهود التعافي من أثار الإعصار هارفي ستكون باهظة للغاية مشيداً في الوقت نفسه بجهود الإغاثة التي بذلها أبناء ولاية تكسس إنهم بحاجة للمساعدة جئتوا لتقديمها لهم ستأخذوا أياماً طويلة جداً وكان الألاف من قوات الحرس الوطني وضباط الشرطة وعمال الإنقاذ والمدنيين قد تصابقوا بشتى الوسائل أرضاً وجواً لإنقاذ المئات الذين تقطعت بهم السبل نحن بحاجة لمشاركة المواطنين وتشير توقعات إلى أن نهر بروزس وهو أطول أنهار البلاد سيسجل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة مستويات قياسية توفوق بكثير معدلات الفيضان ما دفع السلطات في مقاطعة فورت بيند إلى إصدار أوامر بإجلاء أكثر من خمسين ألف شخص حتى الآن